ارتفاع منحوص في درجات الحرارة تشهد البلاد خلال الساعات القليلة القادمة هسو كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة التقسي خلال الساعات القليلة المقبلة هسو أنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الجزء الشمالي من الجمهورية حتى الوجه البحري لتسجل درجة الحرارة بالقاهرة 33 درجة كما كشفت أنه بداية من الأربعاء تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث تتأثر بمنخفض خمسيني يؤثر على بداية القطاع الغربي من الجمهورية يتقدم يوم الخميس إلى المناطق الداخلية لتصل معه العظمى الخميس على القاهرة 37 درجة و42 درجة على جنوب الصعيد كما أشرت الهيئة إلى أنه سيصاحب ذلك نشاط رياح يوم الخميس المقبل قد يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد قد يصل أيضا إلى القاهرة الكبرى ووجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين من بينها ضرورة ارتداء الكمامة والابتعاد عن المناطق المكشوفة فضلا عن توخي الحظر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة كلال الأيام المقبلة وبتتوقع هيطة الأرصاد الجوية أن يشهد أثلاثاء تقس معتدل في الصباح الباكر عر نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مال الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مال البرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء ويتوقع أن يشهد نشاط ريحم حدود على بعض المناطق مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المادية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع وجود فرص أنطار خفيفة تكون رعضية أحيانا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء القاهرة العظمى 33 درجة والصغرة 22 درجة الأسكندرية 28 والصغرة 19 درجة مرسى مطروحة العظمى 26 درجة والصغرة 18 درجة سوهاك 37 و23 وقنى 37 درجة العظمى والصغرة 24 درجة وأسوان وأخيرا العظمى 39 درجة والصغرة 26 درجة دي كل التفاصيل المتعلقة بحالة التقسي خلال الساعات القليلة المقبلة وحتى الخميس المقبل بشكر حضراتكم على الحسن المتابعة وللقاء